تشاهدون الآن على الهواء مباشرة هذا هو أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح والملك سلمان بن عبد العزيز العاهل السعودي خادم الحرمين الشريفين يعني خلال اللحظات الماضية كان العاهل السعودي يستقبل الوفود المشاركة الآن على الهواء مباشرة حديث يدور ما بين العاهل السعودي وأمير دولة الكويت الشيخ صباح الجابر الأحمد الصباح الكويت لعبت دورا رئيسيا خلال المرحلة الماضية في محاولة تقريب وجهات النظر ما بين قطر على سبيل المثال وما بين الربعي العربي وأيضا الكويت لعبت دور الوساطة كثيرا خلال المرحلة الماضية ربما في الغرف المغلقة ما بين إيران وما بين عدد من دول الخليج وربما كالدور الذي قامت به سلطنة عمان في الماضي عام 2012 في أثناء فترة التفاوض على الاتفاق النووي الذي قامت بإلغائه الإدارة الأمريكية الآن أيضا أحاديث جانبية تدور ما بين الأمير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة العربية السعودية وعدد من القادة المشاركين كان هناك قبل قليل لقاء على الهامش أو على هامش القمة الإسلامية ما بين الأمير محمد بن سلمان وما بين رئيس الوزراء الباكستانية عمران خان وكان هناك أيضا لقاء يجمع الأمير محمد بن سلمان ورئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان اللواء عبد الفتاح البرهان وتتوالى حتى هذه اللحظة وصول الوفود المشاركة في القمة الإسلامية في الدورة الرابعة عشر المنعقدة بمدينة مكة المكرمة قبل الاتصال الهاتفي من المملكة العربية السعودية كنا نتحدث عن دلالة التوقيت هذه بالمناسبة هي المرة الثانية التي تعقد فيها قمة طارئة في المملكة العربية السعودية القمة الطارئة الأولى فيما يتعلق بالقمة العربية القمة العربية الطارئة الأولى كانت عام 76 ربما حينما نتحدث عن قمة طارئة ليس فقط على المستوى الخليجي ولكن أيضا على المستوى العربي والآن على المستوى الإسلامي هذا يشير إلى صعوبة المرحلة التي تعيشها المنطقة العربية ومنطقة الخليج بشكل عام والمنطقة الإسلامية لأنه بكل تأكيد التأثير أو أي تأثيرات ستعيشها المملكة العربية السعودية سيكون لها نعكاسات سواء بالإيجاب أو بالسلب على الدول المجاورة وربما على دول العالم بأسره كما تتابعون الآن على الهواء مباشرة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز يستقبل الوفود المشاركة في القمة الإسلامية التي من المقرر أن تنطلق بعد قليل وصل عدد كبير من القادة المشاركين في هذه القمة حتى الآن لم يصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مقر أنعقاد قمة المؤتمر التعاون الإسلامي أو القمة الإسلامية في دورتها الرابع عشر إجمالا حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي بالأمس كان محل اهتمام ومراقبة الكثير من المتابعين هنا في الداخل المصري وأيضا على المستوى الإقليمي وعلى المستوى الدولي الحديث الذي تقدم به الرئيس عبد الفتاح السيسي هو حديثا صادقا كان يعبر ليس فقط عن الدولة المصرية ولكن عن المواطن المصري كان حديث رجل مصري صادق توجه به في هذه المرحلة الصعبة التي تعيشها الدول العربية والإسلامية وفي هذه المرحلة الدقيقة التي تعيشها مصر والدول العربية توجه بهذا الحديث بكل صدق وتحدث بحديث واضح ومباشر أجمل الرؤية المصرية في أربعة محاور تحدث عن الانتهاكات الأخيرة التي قامت بها الميليشيات الحوثية والاعتداءات الأخيرة التي قامت بها هذه الميليشيات على المملكة العربية السعودية وعلى هذه الأرض الطاهرة وتحدث أيضا عن اعتراض السفن التجارية وتحدث عن ضرورة الحفاظ على أمن الممرات الدولية تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي وبلور الرؤية المصرية في أربعة محاور وأجمل أيضا في حديثه عن ضرورة إيجاد حل للقضية الفلسطينية ووجود دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 67 ربما انتشرت في الفترة الأخيرة عدد من الشائعات عن وجود صفقة ما واشتراك عدد من الدول العربية في صفقة ما فيما يعرف إعلاميا بصفقة القرن هذه ليست المرة الأولى ولن تكون الأخيرة على ما أعتقد التي تؤكد فيها القيادة المصرية ويؤكد فيها القادة العرب على تمسكهم بحل الدولتين وعلى تمسكهم بحل جذري للقضية الفلسطينية باعتبارها هي القضية الأولى لقضية العرب والمسلمين في هذه المرحلة ترجمة نانسي قنقر